عشو نص أكلت قطعة بيت زهل قد من حلويات طارق وطلعت ويا مرام شنو أكلت ويا مرام شربت شاي كارك بس ما حطيت في حلقي شيء وتوني أطلب لي أكل وأقسم بالله أنتون أزيد مني تبلعون وأزيد مني تشفطون وأزيد مني تأكلون بس ما تصرحون لأنه مو قدام الملأ فأنا تشوفوني في عبالكم كله أكل بلاعات وشدابات كل واحدة كرشتها موصلة للأرض كلنا نتأكل وهي كرشتها موصلة للأرض أي 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 تبوين تفاشيني قدام الناس أقلب التطاول عليش كل واحدة كرشتها للأرض كلنا بنسدح على السرير من جودة التلفون وتطالع في البثوث وتجي كلنا تأكل رب العالمين أعطى لك البني آدم ستر غطى الله ساتر على الناس ما حيدر عنكم يجون تتعيلون في بثي وما تسترون على روحكم وتجون تتهجمون عليه الله يعطيش فرصة مرة مرتين ثلاث لا تطغين لا تعينين على الناس لا تفتعلين على الناس صدقوني كل واحدة كرشتها موصلة للأرض اللي يتغلطون عليه كرشكم موصلة للأرض كبرت الموضوع لانت ما ديتون كل ما جيت تفتح باكل وجبة كلها تاكل كلها تاكل فلوسش؟ فلوسش هذي؟ بتعبش؟ بما ان الماك شكرا حمودي اسمه بما ان عندنا ماك مقاطعة فالعالم كلها صغير ضغط على جسمي وبصراحة اللي من الزمان اميل لجسميز اكثر من ماك دورانز بألفين مرة احب البطاطا والجسميز احب وجباتهم اكثر ودايما اقول في البذ عندي جسميز يفوز على الماك كلها اقول بتجيكي عين تين سد عيون شي عمري ما بتجيني عين تنسى اي انسان يتوهم بالحسد وهو بيحسدوني و بيصدني ما ذرا شنو وترهو اكثر انسان عين مبطلة للناس اكثر شخص يجيب موضوع الحسد عند الوسواس الخناس وأكثر شخصي طالع الناس اخذوها مني اللي ما يطالع الناس ورزق الناس ولا يهمى هالموضوع ما يجي يقول بيحسدونيش ما بيحسدونيش هل عندهم الوسواس هم اللي فيهم البلاء هم اللي يطالعون الناس وين رايح وين جال نوف متين السؤالة شكرا يبدو السعودية شنو اسم الوجبة بس انا اكثر الجبن احط مائتين فلس زيادة جبن اللي هو رتوريال كل الجبن وصل قوان خلود خلود راحة غرفتها عشان تأكل راحتها حرام نعمة شو عد كيفكم انا اتشوفها حرام نعمة من زين خلود راحة غرفتها عشان تبي تأكل راحتها تأخذ راحتها هذي ما فيها وايد شوفوا الجبن شلون احنا نقول جبن انتو تقول جبن كيفكم احنا نقول جبن شو عشان تبيحة شو عشان تبيحة شو عشان تبيحة الله يعافيكم جسميز موجود فقط في البحرين السعودية البطاطا مالة لذيذ واحدة تقول صوت الاكل صدق والله مركب جواب عليها بناته كشو مركب يعني واحدة تقول صوت الاكل صدق والله مركب ليش حطسه بسماعة انا ما ليفهمه ويطاحت نعمة الله ما يصير له نعمة الله يا جماعة وجدان وجدان مشرفاتي من السعودية في دول صدق الصوت واضح اوكي شنو المطلوب حبايب قلبي الصوت ما عجبكم اتكلمت ناشد في فيديو قمتون تضحكون ما عجبكنت واش يرضيكم اذا الواحد دافع على القضية الفلسطينية تهجمتون علي اذا الواحد سكت اتهجمتوا علي شنو يرضيكم البشر اموت وعرفوش يرضيهم اذا ما تكلمنا قالوا هذلين ما عند مو مهتمين للدين الاسلامي ما عندهم نسانية واذا تكلمنا تهجمتون طلعتون في النبلة هذي بتصيح وهذي ما ذري شنو وتضحكون ش يعجب كام اللي تابعكم ترى ما يتوفق على فكرة انتون المتابعين اللي تابعكم ما حيما يتوفق ان وقفنا ويا الدين الاسلامي سقطونا وانسكتنا قالوا ما عنده مهتمام ما عنده انسانية وهي هاي مو محترمة الدين الاسلامي ما روش يبون ش يرجبكم لا في الدنيا متهنين فيكم ولا في الجنة بنتهنة شنو هاي الاوادن ان غادرنا من الدنيا بعب يتكلمون عنك بيقولون اوه شيخة كانت شدي اوه شيخة وياه شدي اوه ما روش يعجبهم صج غريبين غريبين والله تنون شو اللي يقهر اذا دشت واحدة من فلسطين الفيديو مالي وشافة تعليقات العرب والله افشل والله افشل حتى كم واحدة قالت ويه ما توقعنا صراحة واحدة كتبت كتبت يعني اني مصدومة والله مصدومة ليش اذا واحد وقفوا يلحق بعيدا عن الطوائف الطوائف والديانات موجودة من قبل لا جينا على الدنيا بعيدا عن الطوائف كلنا امة محمد كلنا حتى لو تفرعت الطوائف كلنا امة محمد كلنا مسلمين وهذا حق وموجود في القرآن ان انت تنصر المسلمين عن الصهاينة مذكور في القرآن الاية القرآنية اليوم انا في الاستجرامي وحاطت له في سنابي المفروض انتون اللي في اللايف بعض كم فيهم جبناء ما تطلعون في الشاشة ما تفتحون على وجهكم كاميرا على الاقل على الاقل تحطون بوست لاخوانكم يعني تعزية تعزية ابسط الايمان تعزية بدل الشماتة بدل تتهجمون على شيخة كلنا مسلمين كلنا كلنا امة محمد سوى حاربتوا مذهب فلان علان بعيدا عن هالموضوع كلنا امة محمد خلى لكم انسانية خلى لكم احترام مو تشوفوني سويت فيديو قمتون تضحكون راعوا لمشاعر الناس راعوا للاطفال راعوا للشيوخ اللي راعوا راعوا للنساء اللي راحت وللحين يقصفونهم للحين راعوا للناس خلى لكم انسانية راعوا راعوا العرب مو المسلمين راعوا العرب ان الدين الاسلامي حق ما ترضى على اي اي مسلم يصيده شي شوفوا الاطفال اشلون راحوا شوفوا النساء قاعدين في بلدهم لعدهم ما عندهم ولا شي يوصل اليهم وانتم بس همكم تدخلون تزرعون الطائفية وتطعنوا فيني وتطعنوا في فلان وناسين القضية اللي صارت كلها ويلكم من رب العالمين قسم بالله ويلكم كل اللي يضحكوا على الفيديو وشمتوا وحالة ويلكم من رب العالمين باتش الرب العالمين بحاسبكم على كل شي سويتونه ما في قلبكم رحمة اللي الشمتوا واللي الطنزوا يعني شوفوا بقول لكم قضية الفلسطين ترى تعتبر قضية للعرب مو بس للمسلمين عبركم فلسطين بس في مذاهب في ديانات في المسيح في غيره في غيره لكن صق قلوبكم ما فيها رحمة ويلكم من رب العالمين ويلكم ويلكم يا الظلام يلي تشمتون على الفيديو اللي نزلته وغيري بدل ما تساون فيديو نفسي وتناشدون كونكم عرب ومسلمين تناشدون نفس مناشدتي في كل البلدان لكن ويلكم من رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص شاف طفل شاف بناية مهدومة فلسطين شاف كل هالأرواح اللي راحت أبرياء شهداء ويلكم من رب العالمين يا منتقم يا جبار الله ينتقم من كل إنسان ظالم في هالدنيا شي يعور القلب وانتم بس حاوكم اتنازع منتشوفهم مشهور أو مؤثر اجتماعي يبينصر الدين الحق انتم شماته وبهدله ترى الدنيا الدور اللي سوونا الحين ما تدفعون عن الفلسطين والمسلمين باشر يدور عليكم الشيء وبتذكرون وبيوجعكم قلبكم مثل ما قمتم تضحكون على القضايا كلكم يا ويلكم من الله هذا واجب كمسلم ما تقدر تجاهد ما تقدر تروح لهم على الاقل بوست تنزل بوست عندك واحد في الاسناب حتى لو ما كت مشهور بوست واحد تعزيه تعزيه ترى لالحين مو موقفين لالحين غزة تستنجد غزة تنزف وانتم بس قاعدين تطنزوا على الفيديوهات وتتمسخرون واللي يضحك على الفيديو اللي نزلته واللي يضحك يقول لي حاضر الحين فلان بيطلعون عشان شنو هالأمة والله فشلتون ماعدكم احترام ماعدكم انسانية تفشلون اقسم بالله تفشلون حسبنا الله ونعم الوكيل في كل شخص الفيديو اللي نزلته تم يستهتر ويتطنز ولا زال يستهتر حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لكم يوم لكن لكم يوم اقول لكم جاي لكم يوم اضحكوا اضحكوا باتر شوفوا رب العالمين وش بيسوا فيكم بتعرفون انه الله حق الله ما ينسى الظالمين بسوين روحهم عرب وقاعدين بس الشمتون بلكم لكم يوم صبروا نطروا شوي نطروا الله ما يخفل عن احد الله اختارهم شهداء في الجنة مو مثلكم مو مثلكم بس قاعدين على التوك توك الكومنتات تستهترون الله مختارنهم في الجنة وهم ما يدرون قاعدين في الدنيا وما يدرون بيصير لهم هالشي اطفال كبار نساء تتوجه لعندهم ماء لعندهم كهرباء لها الحالة وقعد الشمته وبيجي ترى مو شرط يصير في المنطقة اللي انت فيها شيء يصير فيها عز اهاليك اليوم تضحك باشر الدنيا تدور على اهلك حطوا في بالكم ترى تتشتت يصيرها مصائب يصيرها ابتلاءات لازم تنصر دين الحق الاسلامي بدل هالاستهتار اللي قاعدين سوونا استهتار جدا من العرب والله مصيبة دشتك تكتشوف ضحكم استهتارهم يا ويلكم من الله اي احد يضحك في اللايف انا اقول له يا رب السماوات يا رب الرأل يا رب المطر يا جبار انتقم من هذلين الظالمين لا سرحكم عرب مسلمين انتقم يا رب في جلالك دي عظمتك انتقم من الظالمين تعتبرون حالكم حال اللي يطلقون على فلسطينتون نفس الشي لما اقفى قلوبكم رحمة يا رب ينتقم منكم اي واحدة تضحك يا رب لا تحسنوا الله ما يستجيب اقرب شي لرب العالمين هو الدعاء يوصل بالسرعة يوصل لسابع سماء يا رب ينتقم من كل شخص استهتر وقاعد يضحك في البثوث الله ينتقم منكم لو كنتوا مو مؤدبين ما دعيت عليكم هالدعوة لكن ما تحترمون الناس اللي قاعدين في البث ما احد مو متوجع الكل متوجع على الفلسطين لكن اتجون تستهترون يا رب ينتقم منكم قريبا قريبا اكلتين ماما ام فرابر جندي ما احد يمثل الدولة اللي ضحكوا ما يمثلون دولتهم يمثل اخلاقيات وانسانية معنو انسانية لا تقولون هذا يمثل دولته مستحيل احنا ما نقدر مستحيلة انا اي واحدة ضحكت من بلدي ما تمثل بلدي لانها هي مو تربيتنا مو اخلاقياتنا اي واحدة هي مو اخلاقيات يمثل نفسه حتما يمثل انا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هم نفسهم اللي حاولوا يدخلون للعرب والمسلمين يضربونهم بالطوائف خلوهم يشتغلون على الطوائف كل واحد يضرب في الطائف الثانية هذا المذهب وهذا المذهب وخلوهم يشتغلون على بعض عشان يكرهون بعض وباتشر اذا هم الظالمين هجموا على فلسطين خلاص العرب والمسلمين شاحنوا على بعض في الطوائف وانتون مشوا وراهم امشوا ورا القوم الظالمين خلوهم لعبوا فيكم لعبة روح يهجموا على شيخ خلان من هالطائفة روح يهجموا على فلانة كل شيء مساولهم قواعد من السنين تهاجمون على المسلمين كل طائفة تضرب في الثانية كل واحدة تبغض في الثانية ليش؟ ذكاء منهم عشان يوم اللي بيهجمون على فلسطين يرفون ان العرب ما اكلين بعض لكن تنحكموا عقلكم واشتغلوا عدل احنا كلنا امة محمد ما نرضى بالظلم ما تسكتون ما تنشغلون في الطوائف ارتقوا ارتقوا لا تنشغلون في الطوائف ارتقوا انصروا الدين هذا دين اسلامي كلنا امة محمد حتى لو تفرعت المذاهب انصروا الدين الاسلامي عشان الله ينصركم لا تصيرون ظالمين نفسهم اشتغلوا فيكم من سنين لعبين فيكم لعبة لعبين فيكم لعبة ضربوكم انتو المسلم ضربوا وانتو لمشوا وراهم صارقوا خلوا عقولكم تمشي وراهم شوفوا ما تقدروا نسو نشي ليش ضربوكم في بعض لكن لو حكمتون عقلكم وقلتوا احنا كلنا امة محمد وكلنا ايد وحدة كما صار اللي صار ضرب في المسلمين فهذلين اللي مشوا ورا الظالمين صاروا منهم شوفوا يضحر صاروا منهم خلاص لانهم يحاربوني من مذهبي لانهم غسلوا مخهم خلوهم يحاربوني فلانا من هالمذهب وفلانا من هالمذهب مشاورهم فصاروا وياهم ترى اللي ما يدافع لقضية فلسطين ترى ما يمثل المسلمين وشكرا نقطة على السطر اي احد ضحك ما يمثل المسلمين يمثل نفسه ويمثل القوم الظالمين والله صدقوني اخذوها مني ترى اي احد يضحك ويستهزئ ترى يمثل القوم الظالمين اللي قاعدين يحاربون فلسطين ما شاوروا اقولهم ما شاوروا غباءهم يمثلونهم ما يمثلون المسلمين احنا قلبنا محترق كل ما شفنا فيديو والله اذ اربعة ايام ما لنا حال بكل بساطة استهتار غباء بدل ما ينصرون اخوانهم غباء 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 في هذه اللي غباء مو طبيعي الله يعينهم الله يعينهم على نفسهم الله يعينهم على نفسهم من تقصدين اي احد يشوفني انا يحس الكلام اللي موجه اليه فهو صح واي احد يحس انه ناصر الدين الاسلامي الحق وشيخة اكيد ما تقصدني انا شيخة اكيد فانت صح واللي يحس الكلام اللي تقول تقصديني انا اللي يحس الكلام مقصود اليه فاللي على راسه بطحة يتحسسها فاذا تشوفين روحش من القوم الظالمين وقاعدة تضحكين بالفعل انت من القوم الظالمين انت اللي ليش يد في الموضوع اللي قاعدة يتهجمون على فلسطين وصلت وصلت شيخة متعودين عليش طاقة ايجابية اي ايجابية في هالوضع ابغي اعرف منه مرتاح الاربعة ايام وين ما رحتين طلع لاش فيديو ترند ما الفلسطين منه مرتاح قولي لي يعني هل انتي مستانس كل اللي عندهم عرس كنسل وكل اللي عندهم زواج كنسل واحد لي خلق لان احنا في قلبنا حرة وعلى فكرة لا الان قاعدين يهجمون ولا الان قاعدين يسوون اشياء في فلسطين احنا ما ندري عنها على فكرة ترى ما لانه قلب اي طاقة ايجابية انت تتكلمين عنها اشتركوا في القناة انا ما بسكر اللايف احتمال ما اتكلم لانه صراحة ناس يحبوني قاعدة في اللايف ان شاء الله بس لو منشغلة في اشغالي بسوي اشغالي واني قاعدة في البذل اذا لحقت على سؤال من اسئلتكم برد عليكم حبايبي الحين دور هاي ردد هاي ردد الحين ثلاثة ثلاثة ما بسكر اللايف بسوي اشغالي عشان احس انو اياي احد صراحة وتشجع كم والاشغالي هامل المواضيع حكيل هصار لي اربعة ايام المنسقة تعطيني اوراق تعطيني اوراق شيخ اردي على هذا شيخ اردي عند شعلان هذا عند شعلان ما ارد ما ليخل توني الحين ترى شوفوا توني ارد رديت من تحت لفوق توني ارد لفوق الاشغال ثلاثة سنين سنين ارد 吼 ارد 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 شكراً لكم 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 عدل واللع احب انتبه لكم نترك الحين برد على واتس اوب وبعد نزولف. هذه رديت عليها نكتب عليها عبايات. رديت عليها. ونحطها من ضمن القائمة. طبعا هذالين مكلمين المنسقة وكتبت اسماءهم ورقمهم. فاذا في شيء موافقة نهائية مني ارجع للورقة تجيبها لي المنسقة. هي مكلمتهم قامل. قامل كلمتهم ولكن انا في حالة الموافقة اجي اعيد على الحق لالانات. نزيل. الحين هذا محل شنط. ثلاثة. سبعة. بعش شير. الحين يشير. الله مللني هالتلفون الحين. شير ما قدم سوف اياك معلما هم شير. سلام. وعليكم السلام. اهلا الشيخة. أساك طير. والله الحمد لله بخير انت كيف حالك. شكلك بازلت البيت او مسافر. مسافر اسطنبول. اوه ما شاء الله اسطنبول عليك بالقافل. سلام. انت ما يسافر باتي. السفرة الجاي بتكون اسطنبول ترى. بصيت يعني ويا شركة ويا شركة. اه حلو. ايه متفقى وياهم. هم الاحد اوقع على كل شيء شنو. جو كفير حلو جو. ما في برد. ايضا. يعني بو برد ومشوق. كم يعني اترين خمسة وعشرين. هكي ممكن تقريبا. يعني جو كيت خفيف فقط. صارك كم يوم؟ اه تقريبا شيء عشرة ايام. اه يعني عندك عمل هناك. اه مضبوط. اه اوكي لان اذا الواحي يروح سياحة عشرة ثمانت ايام يرجى. اكيد ايام يحصل. يلا بالتوفيق ان شاء الله. شو عم تكتبي خبرينه. هذي اشغالي يعني ان ارد على استفسارات الناس. زي بقولك. وين تحب اسطنبول مجمعاتي تروح. انا احب فينيسيا واي بحلو تروحها. فينيسيا ما انا احتلالها داعب والله. انا هيلتن. اختصاص هيلتن باسطنبول. اختصاص شنو؟ هيلتن هيلتن. فندق قصدك؟ مفبوط. انا ما اتكلم عن فلادق. مجمع فينيسيا مول رحت حلو. رحت مبارح زورلو مول. رحت استينيا بارك. رحت الجواهر. هذا اللي مذكره. نصحيني انت بعد. تصميمه ايطالي. اذا اروح جايما اروح. لحظة فينيسيا. عندي فيديو الى من نزلتنا. حتى البراندات اللي هناك ارخص من بره. ووايد حلو. لحظة خانا اطلع لك مول في اسطنبول. اجواء وايد حلوة تقعد في الكوفيشبات بره. وايد وايد حلوة. فينيسيا بأي منطقة. عندكم في اسطنبول غريب يبعد يمكن عشر دقايق او شيء شديد. ايه. واذا بتصور فيك انك رايح ايطاليا ترى وايد حلو. واو وايد حلو. لا لازم اروح. انا شايفها قبل عفكرة على الانستغرام طلالي اكثر مرة. بس ما تذكرت ونسوي لها سيف. البراندات كلها ارخص. ارخص شي عندهم. وايد فيه تخفيضات. والقاعدة حلوة الكوفيشبات اللي هنا وايد وايد حلو. انا رجتها المرة في الثلج. وخلود كانت طيح الثلج. وايد حلو. على صواتشل على الاكيد. اتذكرني. اكيد. انا كنت عم فكر بمشروع لبكرة. رايح مع صديقي. فهل لقتي لي في نيسيا مول خلاص على الاكيد. دليل. اشرين دقيقة او شي تشذي ثمانت عشر دقيقة. احين افتح جوجل ما بيضع عندك تلفون. حطه حطه تشوف كم يبعد دقايق بالسيارة. اكتب في نيسيا مول اسطنبول. حباي بشكر على الكلام في ديت عيونك في ديت الشنتي. كم يبعد؟ اتوقع ثمانت عشر دقيقة. كم يف soft? مايكل متزوج ها learning. هم جواب قبل الكرام��. وهو بنات ممثل في أي قناة تحطونك الفيديو أفضل سويتها على MBC4 كان MBC4 سر التحدي مصبوط والله قريب 16 دقيقة 15 كيلومتر قريب خارس باتشر على الأكيد إن شاء الله سوف تصور مايكل وتنزل عشان تشوف الستوريج أكيد أكيد طبعا أنت كيف تديرها هلا شو مشاريعك وتديرها والله الحمد لله مشاريع أنه الحمد لله خير من الله ولكن شوه الأيام كانت نفسياتنا تعبانة فالكل يعني موقف عرفت صوتك اختفى مايكل كلنا هيك يعني ضايعين ومحتارين وضايجين وحزينين وكل شي الله يفرجها يا رب أي والله الله يفرجها الجميع ما فتح الدبل كأنه ما فتح الدبل لا اوه مايكل اركز على الدبل أنا ولا أدري في دبل ما دبل ولا أحمس الناس كلها بس أدخل جولة سوال فأطلع ولا أدري في دبل ما دبل والله يعني في اليوم مش قير تدخل تحديات والله بس السولف مع روحك ما تديني أسئلة غريبة بالكومنت أوكي شو أغرب سؤال أجي أجي أكي شيء خعبا باللايف أغرب سؤال اليوم قصبك أي أو بشكل عام أغرب سؤال ما في أنت عندك السؤال غريب هلا شعب سؤال غريب أسابي بحكا شكرا حبيبتي نورج شنو هالسكور مالن الضائف شي لاو عد شرد كم يوم رح تبقى بإستنبول مالي؟ بإستنبول مين؟ من عندك؟ سنون الأجواء بإستنبول كل شيء أمور تمام صح؟ نعم أي والله الأمور طيبة وتمام وكله منيح والأجواء حلوة والشعب يجنن وكل شي تسمعين منمو مصبوط الأجواء أولا أحلى الله والمعاملة الجنن جايتنكم إن شاء الله جاية رايح أقص بإستنبول هالفترة إن شاء الله أنا بروح إياق روب بنات يعني تبقى الشركة هم لهم غاية بيرحهم مصانعوا تشذي وأنا بروح إياق ماذا هم رحلات تبقى بالشركة؟ شلون؟ يتبقون رحلات مختلطة بالشركة لا هذي بس هو يعتبر جانب ترفيه لموظفينهم في الشركة فهم رايحين يستكشفون المصانع وهم أني رايحة سياحة موظفات أو موظفات موظفين؟ الموظفات وأي أحد يحب يتابعني يجوي إياي حياة الله هم قالوا لي يعني يقدر يجي إيانا الرحلة كل هالا بنات يعني ما يعد 20 شخص لازم ما نزل يعني كنا رحل بعد صديقي حسين بس إذا هيك بس يعني للبناطة شلو في صديقي حسين لهالمرة طلاع؟ موجود يالله رح يجي يسلم كثير حلوة دي اسطنبول رح تمبارح يا هلمون لكن اليوم تقولون أخوان أخوان ترين أعرف مو أخوان هو عراقي؟ هو عراقي؟ يس وصل ما شاء الله شلون اجتمعتون؟ انت من بلد غيره وبلد غير موالا مثل ما اجتمعنا أنا وأنتي شيخة بنيا صغيرة شيخة عراقية؟ لا شيخة من الديرة من بحرين؟ دي لارا البحرين تعال سلم على الشيخة مساء الخير شلون الشيخ وارز؟ الله يسلمك حي الله أهل العراق نعمل نعمل من البحرين والنعم والله شيخة جمعنا صديق مشترك واختفى 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 بطل مشترك مجال؟ نعم من نفس المجال التمثيل؟ هو تقريبا بنفس المجال لازم نحكي أكثر معلومات شو ما ينعرف حسنا الله يوفق ويوفق كمان شكرا الشيخة يحبونها عراقيين ولكن كل الوطن عرب يحبهم ولكن عراقيين دي لارا شكرا أسينيا باك من أسطنبول كمان راحت أسينيا باك ضياء أهل أسطنبول شكرا شكرا زمان آخر يعني آخر مرة جيت لها رحلة بالصيف كانت رحلة مع الجامل كانت بالصيف كان حر 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 كثير بس رحلاتي آخر سنتين كلهم بالشتاء كمان تفتحّ؟ أهلا ياسمين سوفق هبة ندياء نسرين مشكورة شو كو جور كمانك فاتحة اليوم؟ توني فاتحة من شوي يعني أمس اليوم ما فتحت توني فاتحة الحين تقول أول قصة انتب وانا كمان نفسي أيها أهلت الله صالح أهل العراق نورين دي لارة يزون مشكور يسرى شكرا دي لارة شو أكلتين هم سيخة؟ ماذا؟ شو أكلت اليوم؟ أكلت من شوي جسميز لأن نحن مقاطعين مكدونيز بناكل جسميز مقاطعين شريكات ما هي البديل؟ البديل جسميز بدل مكدونيز وستاربوكس بديل أشياء ثانية مقاطعهم لازم كل الدول مقاطعين شو نوع جوالك؟ لا تقول مقاطعة أرجوك لازم مقاطعين آخر تلفون أرباط عشر بلو ماكس خسدي أرباط عشر آخر واحد مقاطعة؟ لا لا لازم مقاطعة بس مقاطعة اللي بيشتري مو اللي عنده خلنا حقانين مقاطعة اللي الحين بيدفع فلوس كل فلس بي قطة معناته محاسب أنا أجرقني الهدية قبل لا تصير المشاكل يعني مقاطعة ولا مو مقاطعة؟ يعني بعد هدية ترى تلفوني هذا بس ما مقاطعة لأن قبل لا يصير أحين اللي بيشتري يبينفع شخص يتذكر فلسطين شنو؟ كل شي بعد مقاطعة سيدرا لا أهلا وسهلا نحن ما كنا ندري أنه أهما ما كنا ندري صراحة أنا رح أفكر أخاطئين كمان والله مايكل وجه مو مو مال مقاطعة دعم تنسل وبيجيبون لك أكل مال مقاطعة وبيجيبون لها وجه مقاطعة ولا شي لا نحن ملتزمين طبخ مع مخاطعين الجميع مطابعين الجميع كلهم ملتزمين طبخ بالبيل مايش واعدة تقول هالكلام ونخليك صاري بسك انت تقاطع؟ والله لا حسين؟ انت انت لا تهرب والله أنا أساسا ما أشرب كوفي ايوه ولا أي نوع من الكوفي ولا من الكافيين ولا شي فما يعني لي ستار وكس بالمرة فاستود كثير أحبه كل الأنواع بصراحة بس هلا ملتزمين شوي بحمية ومع سفور رياضة فمقاطعهم من أول وصلتي على تركيا فما يعني بصراحة هالفترة مبتعدين يلا نجوي مايكل ودياك حسين بكرة بانيسيا مول يلا تشرف فيك وحسين مع السلامة مع السلامة مع السلامة موسيقى يا حبايبي يا بعد قلبي مايجوز الله مايرضى تجيبون طاري دول تقولون هذي الدولة تشيديها احنا ما لنشغل بالدول احنا قضيتنا وحدة فلسطين لا تضربون في الدول عيب عليكم خافوا الله لا تضربون الشعوب ما لها ذنب ترى لا تضربون الشعوب كل الشعب ساكن في أي بلد ما لها ذنب مو قرارها مو قراره انت ساكن في هالبلد بس مو قرار هالبلد أي بلد كان عربية فخافوا الله بس كم تضربون في الناس ما يجوز دخلي معا ليندوا ان شاء الله عمري بنت ابو متعب في دول وصلت بنت ابو متعب عمري كلام العسل بنت ابو متعب من نورا أرد موقع ان شاء الله موا ايها احد ان شاء الله موا ايها احد